موسيقى هل الإنسان المولود الولادة الثانية لا يشعر بالشهوة الجنسية؟ السؤال كويس قوي لأنه أولاً تقولي بس أنا ابتسمت ليه ابتسمت لأنه هل أنت فاهم أن الولادة الثانية هذه حاجة بدون إرادتك؟ يعني برشامة دواء أنت بتاخده وهو بيعمل بيشتغل فيك منه لنفسه كده ضد الشهوة وأنت بتتفرج إجاده بنت خدت الدواء خلاص الولادة الثانية معناها أننا ندخل في اتحاد بالمولود من الآب اللي هو مين؟ يسوع المسيح إزاي؟ زي ما شرحتك هذا فإذاً في نعمة بتطعطي ليك ولكن الإجابة جاية هي بقى هذه النعمة متوقفة على إرادتك علشان تتفعل وتنمو فيك يعني أنت خدت الولادة الثانية زي ما شرحت لك كده طلبت من يسوع المسيح أن يأتي إليك يحل محل الروح النجس ويدخل هو وقد حدث في نعمة حصلتها عشان نوصل لنقطة دقة إنه تنتصر وتتشف من الشهوة نهائية وتبقى في الغلبة الكاملة لازم تفعل بحرية إرادتك في كل مرة هذه الولادة الثانية هذه الطبيعة الجديدة يعني إيه تفعل؟ يعني تطيع صوت الإنجيل تطيع صوت الروح القدس ولا تطيع صوت الروح النجس مرة أخرى لو في كل مرة هتقول المسيح نعم وتقول الشرير لا هيحصل إيه بقى؟ هتبتدي تتغير كل يوم من مجد إلى مجد من مرحلة إلى مرحلة هل هيجي يوم تنتصر على الشهوة وتبقى يعود جسدك مقدسا زي ما ربنا خلق الإنسان في أحسن كمان من ساعة ما خلق الإنسان هو لما خلق الإنسان كان خلقه قادر على الزواج ولا ما كانش قادر على الزواج اللي هو آدم كان قادر على الزواج أما قال إيه الشهوة ده روح إبليس مش الزواج إفرق بين الزواج تفاعل الجسد في الزواج وبين الشهوة التفاعل الجسد في الزواج هذا هو خلقة الله عشان استمرار الحياة وتكوين الأسرة وهذا يحدث بعمل الروح القدس بمحبة الله أيوة محبة الله ويبقى مقدس وجميل وزي الفل بمحبة المسيح أيوة يا سيدي أما قال النسخة اللي عندك ده إيه ده بتاعة إبليس ما هو تقول لأنا معافش غيرها عشان إنت مجربتش التاني التاني هي دي بقى الولادة التانية أو الطبيعة الجديدة فإذا هل تستطيع الطبيعة الجديدة أن تصل بيه إلى حالة النصرة الكاملة طبعا طبعا وصلت بغيرك بالكثيرين بس بتدري رحلة صحة زي ما شرحت وواظب على الشركة المقدسة مع المسيح وعلى إنك تقول للخطية وعمل إبليس لا هو تقول له نعم تاني وتقول لروح الله ومحبة المسيح نعم على طول الخط موسيقى 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 موسيقى